لما بنبقى في التسعب بنبقى الإحساس بنبقى سعداء جدا لما يكون عندنا نجمة كبيرة وتاريخ عظيم تحس كده إنك يعني بتستعد إنك تقابل الفن الحقيقي بكل بقى ما فيه يعني رموز قدمت للفن كتير قدمت موضوعات كتير ارتباطهم بالفن المصري كان ارتباط الحقيقة أساسه إنه يقدم رسالة فخليني أعرب أكتر النهاردة معايا فنانة ومخرجة وأستاذة ودكتورة ويعني قدمت كل الأدوار قدمت أدوار صعبة وأدوار لطيفة وأدوار اجتماعية لقاها مع عدد من النجوم هي كمان كان لها الفضل في اكتشاف عدد كبير من النجوم من أبرزهم مثلا أحمد عز والمخرجة كمان العظيمة كاملة بوزكري اشتغلت كمان مع شدية مع توفيق الدقن ده في نجوم أجيال عظيمة وكمان اشتغلت مع نجوم عزام مختلفين محمود عبد العزيز نور الشريف عاد الإمام أنا لو عادت أتكلم على كم من نجوم اللي اشتغلت معاهم فده تاريخ طويل لها إسهامات كبيرة جدا على خشبة المسرح وأيضا على كاميرا السينما والتلفزيون زي ما بتتبعوا المشاهد دي خليني أقول هي عبارة عن قموس فني حلوة مليان كده أعمال مختلفة وحلوة نقترب أكتر وسعيدة إن هي بتشرفنا في الستوديو لكن حبدأ من أول خبر ومن أكتر حاجة الحقيقة كلنا وقفنا عندها لماذا تعتزل الآن النجمة الكبيرة دكتورة سميرة محسن مساء الخير مساء النور منوراني شكرا شكرا يعني أنا مش عارفة أبدأ منين يعني علشان أديك حقك نعد متكلم كتير قوي عشان أديك حقك في كل الأعمال قلت بما فيه الكفاءة أنا حبدأ بخبر الاعتزال يعني يعني أنا شايفة أن أنت لسه في مجال عطاء وأدوار وتقدري يعني ثقة للنضوجي بقى موجودة على الشاشة لماذا الاعتزال؟ هي المسألة مرتبطة بحاجات كتير السيستم اللي احنا اتربنا عليه في التمثيل وكده إن بيبقى معاكي 30 حلقة بتعملي عليها بروفات عارفة مين المثلين اللي معاكي فدلوقتي وكان التلفزيون احنا بدأنا في التلفزيون وكبرنا في التلفزيون طبعا احنا بدأنا إن احنا السكريبت معاكي بتجديب تعملي بروفات 30 يوم بروفات حوار وتمثيل وحركة حركة حركة كمان يعني بيبقى المخرج كل ده على ترابيست البروفات تعمله حركة ايوة في صالة كبيرة ترابيست حضرتك أكيد عرفها بنعمل عليها الحركة بعدين ندخل للستوديو نشتغل للحلقات التلفزيون كان بيقفل الساعة 12 الساعة 12 فدلوقتي انت بتغدير فآخر تصوير 12 كله يروح يروح مفيش حد على طول يطفي النور دلوقتي انت بتبدأي الساعة 12 بالليل دلوقتي يعني دلوقتي الهردر تبدأي الساعة 12 بالليل بيصهروا الغاز الساعة 5 الصبح ايوة وبعدين بيجيهم 3 اربع حلقات بس يبتدوا يصوروا بيها وبعدين أثناء التصوير يجي لهم بقية الحلقات فما تعرفيش كممثلة تعمل دراسة للشخصية تاريخة ايه العيلة دي ايه بقى ما تفهميش يعني يعني المخرج المقلب بيعودوا معاك إلا إلا استثناءات يعني عشان مظلمش كل يحكولك الحكاية احنا تربينا على بروغات ورق قدامي انا هزاكر الدور ورق الشخصية والمخرج بيشرح المسلسل وجهة نظره والمؤلف قاعد وبعدين لقيت المسائل انا انا مقدرش مثلا اشتغل متواصل 18 ساعة مقدرش انا كبناء ادم مقدرش ايه اذا كنت مش هقدر اكمل مش هقدر اجود كمان طبعا هبقى مرهقة واعصبيا بتاع ما اعرفش فاق وبعدين بتبص تلاقي حد حد يعني مش كله من الجداد جايلك متأخر ثلاث ساعات وبعدين حيجي يقعد يعمل مكياج ويعمل شعر وبتاعه فمسائل وبعدين فيه حاجة احنا كلنا يعني جيلنا دا كان بيشتغل الاشياء كلها اجتماعية اجتماعية او وطنية او دينية يعني كله في صالح المجتمع انا اخدت من ثلاث سنين وانا ما كنتش اعلنت الاعتزال انا بس اعلنت وانا باخد جايزة في مهرجان شرم الشيخ الدول من ثلاث سنين اخدت موقف قلت مش هقدر اكمل كده خالص ويكفيني المعهد يكفي ان انا بعلم جيل كويس اي مش مش قادرة استمرت يعني مش قادرة ما قدرش ادخلوا معي شغل مش مدروس وبعدين بتقفي قدام حد ما عندوش فكرة عن حرفية الممثل موسيقى